دكتور مصطفى وهسأل على انعكاس ده على الاقتصاد المصري بشكل عام احنا كنا مع بعض مبارح مفيش حد فينا ما كانش الفرحان يكاد يلمس السقف فرحا وطربا في نفس الوقت انعكاس ده على الاقتصاد المصري العكاس ده على الاقتصاد كليا والاقتصاد الجزء كمان لو صح التعبيد طيب خليني اتفق معك يوسف في التوصيف اللي انت عبرت به ان دي ام البدايات ودي مش مبالغ هنقول ليه مش مبالغة لان انت اكتر رقم حصلت عليه من الاستثمار الاجنبي المباشر كان السنة اللي فاتت 10 مليار دولار صحيح اجمال الاجمال مش تعاقد واحد مش تعاقد واحد ده اجمال السنة المالية في جميع القطاعات اللي تم الاستثمار فيها حلو فمعنى كده ان يجي لك من قطاع واحد 35 مليار دولار فيعتبر ده مقدمة لصفقات اكبر وده اللي اشار ليه دولة رئيس الوزراء في حديثه امس لما قال ان دي بداية لصفقات اخرى قد تكون اكبر منها بمراحل صحيح وبالتالي احنا بقى هنحسب حزبة تانية هم 35 مليار لكن في حقيقة الامر هم 185 مليار اللي هم طول اجمالي حجم الاستثمار طول مدة تنفيذ المشروع 35 مليار هيبقى سيولة عندي عندي منهم 15 في اول اسبوع والباقي في خلال شهرين صحيح يبقى 35 مليار وعندي 150 مليار تانيين خلال مدة تنفيذ المشروع يبقى انا كده لما اجي احسب اجمالي انا بتكلم في 185 مليار دولار مش 35 بس طيب انعكاز ده بقى على الاقتصاد الكل طيب الاستثمار ده هيعمل انشاء لمدينة كاملة مشروع متكامل بخدماته بمطاره بكل الاشياء اللي تقدر تقوم المدينة في التشغيل ده هيساهم في تشغيل المصانع المصرية زي مصانع الحديد الاسمنت كل الصناعات المكملة صناعات الاساس اللي هتفرش بعد كده هذه المدينة وبالتالي هيبقى عندي زيادة في مساهمة الناتج الصناعي خلال فترة المشروع هتزيد مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وده هيساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة اللي جاي بالاضافة لده ان احنا خلال فترة التنفيذ هيوفر ملايين من فرص العمل يعني احنا لما كنا بنتكلم خلال المشروعات القومية اللي تم تنفذها خلال الفترة اللي فاتت وده برضو تصريح على لسان دولة رئيس الوزراء ان تم توفير اكثر من خمس ملايين فرصة عمل ما بلك بقى مدينة كاملة متكاملة فيها كل الانشاءات دي هتوفر كم مليون فرصة عمل خلال مدة التنفيذ وبالتالي ده هيعمل انتعاشة قوية للاقتصاد المصري على عدة قطاعات قطاع الحديد والسلب والاسمنت والاساس والصناعات المغزية لهذه المدينة غير كده ان هو هيعمل كمان تنميع عمرانية لباقي المناطق اللي حواليه طبعا الجانب الاهم والاشار برضو لدولة رئيس الوزراء ان هيزود من عدد السياح الى ما يقرب من 8 مليون سائح وده يدخل فيه الاطار المستهدف بتاع قطاع السياح ان يوصل بعدد السياح ل30 مليون سائح سنويا لما نجي نحط المشروع ده في اطار السياسة العامة للاقتصاد المصري هنلاقيه بيتتصق مع التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات الجايين ليه؟ ان احنا بنتكلم عاوزين نزود من الحصيلة الدولارية بتاعتنا نوصل ل300 مليار وبالتالي الاستثمار الاجنابي المباشر من احد المصادر الدولارية اللي محطوطة في الوثيقة احنا كنا بنتكلم الاول عن خمس مصادر دولارية زاد عليهم المصدر السادس اللي هو التعهيد لكن يظل الاستثمار الاجنابي المباشر احد الركائز الاساسية للحصيلة الدولارية وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وزيادة النمو الاقتصادي وبالتالي مشروع رأس الحكمة يعتبر قاطرة للتنمية خاصة في الاقتصاد المصري